رفض عربي متصاعد للتدخل التركي في ليبيا فقد أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها وإدانتها لتصعيد تركي الأخير في الشأن الليبي منددة بموافقة برلمان التركية على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا معتبر ذلك انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا وتقويداً للجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية ومخالفة للموقف العربي الذي تمنى مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ الواحد والثلاثين من ديسمبر 2019 مؤكداً أن هذا التصعيد التركي يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في ليبيا وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي كونه تدخلاً في الشأن التاخري لدولة عربية في مخالفة صافرة للمبادئ والمواثيق الدولية